النهاردة حبايبي عنابل مع بعض كنافة كورنيه بكل أسرارها عنابلها مع بعض خطوة بخطوة زي بحنا شايفين حبايبي شكلها جميل جدا وعنابلها بحشو الكريبة أتمنى حبايبي لو الفيديو أجيبكم فضلا وليس أمرا حبايبي ما تنسونيش كده بدعوة حلوة منكم وتدعموني باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل للاس كتير اللي هي تشوفه وتستفد منه وشايفين بقى منظر الكنافة إيه رأيكم حاجة كده بالآخر حاجة تفتح النفس كده بالآخر جميلة جدا وطعمها خطير فعلا وأولادنا كمان عتبسط ومدها جدا يلا بينا حبايبي نشوف مع بعض الطريقة خطوة بخطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أخوتي وحبايبي في اللاف مطبخ طلباتك أوامر مع حنان الورائي تعروينا حبايبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على الرسول الله على يفضل الصلاة والسلام وتشوف أعنابي لإيه أنا معايا ده كده الفورم اللي أنا حشكل عليها ومعايا الكنافة اللي هي الكنافة الشعر الطويلة وحبدا بقى إيه دلوقتي على فكرة يعني أنا في اليوم ده كنت جايبة نص كيلو من الكنافة بس أنا خدت نصهم يعني ده كده ربع كيلو فلإن اللي بقيت الكنافة عملت بيها موضوع تاني معاكم وأول حاجة بمسك كده الفورم اللي أنا ايه هشكل عليها وبمسك شريط يعني شريط كده طويل من الكنافة خصلة طويلة كده من الكنافة وبعد كده بسبتها على أول الكورنيل كده من تحت وبعد كده بنبدأ لنا اللف على شكل داير ميدور يعني كده يعني فبنبدأ بقى إيه عشان طبعا بلاخد الكمية المناسبة اللي أنا إيه لفتها على الكورنيل بعد كده هنجيب بقى طبعا في حبة مية بنبلس عبا بالمية وبنبدأ بقى لنا أسبت أخر طرف أنا قطعته وعشان يزبط بعد كده بنحط الطرف اللي هو الملزوق اللي أنا لزقته بالمية بخليه عصانية من تحت وبنبدأ نكرر نفس الحكاية بالزبط كده حبيبي لحد بخلص الكمية الكنافة اللي معايا وبنفس الشكل اللي أنا بنفس الطريقة اللي انتو شفتوها إيه دلوقتي طريقة سهلة وبسيطة اعملوها حبيبي وفرحوا أولادكم طبعا الأطفال بتحب الكورنيديا لأن بتبقى شبه بسكوتة الأيس كريم الطويلة وهي محشية كمان كريم شنطيفة بيتبسطوا بندها جدا وأتمنى للوصفة النهاردة تنلقي أعجبكم زي ما احنا شايفين هوت أنا مخليها اللي أنا ثبتتها من تحت هتكمل كله كده بنفس الطريقة هيا كده حبيبي طالعوا معايا الكمية اللي انتو شايفينها طالعت معايا الكمية ديت نبدأ بقى إيه دلوقتي طبعا أنا إيه حنقلها في صانية تانية أصغر بعد كده المفروض ان انت بتسيبيها لحد ما تاخد يعني حرارة الجو كده الجو بتاع المطبخ الهوى وكدوت عشان الهوى ينشفها ينشف الكنافة وقدامك حاجة من الاتنين يا إما تحمريها في زيت يا إما تعمليها في الفرن أنا هدخلها الفرن لأن طبعا عشان أحمرها في زيت فهي محتاجة زيت كتير والزيت غالي بصراحة يعني فأنا ايه قلت لنا لأ أدخلها الفرن الفرن أوفر فسيحت كده حتة سمنة وبعد كده ببدأ لنا يعني كل واحدة كده هوت حبدأ لنا أدي لها معلقتين سمنة سايحة بنفس الطريقة والفرن دلوقتي أنا مشغلاه علشان طبعا بعد ما حط عليها السمنة أدخل بقى الصانية في الفرن يعني على درجة حرارة عالية هنحطه على الراف الوسط أول ما تبدأ تتحمر معايا من تحت بنحط الصانية على الراف الوسطاني وبعد كده أول ما تتحمر من تحت بنطفي البوتاجاز من تحت يعني أنا عندي البوتاجاز بيولع من تحت بس والشواية الوحديها بطفي بقى من تحت وبقولع الشواية نبدأ بعد كده هنشوف طبعا أنا كل حاجة مسورها لكم وخطوة بخطوة دلوقتي اندخلها بقى ايه على الفرن كده هوت اندخلها في الفرن ده كده شكلها بعد ما حطيت عليها السمنة بصوا يا دوبك بس الوش بس هو اللي عليه سبنة بفيه سبنة كتير حتى فصلية يا دوبك بس كده دلوقتي هنسمع لحد ما تتحمر وزي ما قلت لكم نجا هزا الكريمة معايا كيس كريم شنطي ومية وخمسين ملي من المياه الساعة هنبدأ لانا اضرب الكريمة كده وات يعني مدة ديئة الاول بعد كده هوقف المضرق وبعد كده ارجع اضرب تاني طب للحركة دي هتخلي الكريمة تتبسك معايا اسرع وبسرع يعني ودلوقتي معايا بقى ده مكون سحري يعني خليلك الكريمة ثابتة حتى لو انتي بتزيني بيها في عز الحر مش عتسيح ده كده مسبت ايس كريم بنحط ربع معايا كده على الكريم شنطي وهو بينضرق فبيبقى ثابتة معاك الكريمة خالص انا دلوقتي بقى ايه جهزت الكريمة ودلوقتي طلعت بقى الكنافة من الفرن خدت معايا اللون الدهب الجميل اللي اتو شايفينه ومعايا الشرباط شرباط تقيل وبارئ ده بنبدأ بقى ايه اللي انا بطلحها كده هوت زي بقى احلى شايفيه لا ولو لقيتها جمده شوية دبك بس بتحرك فيه سنة صغيرة والفرمة وبعد كده بتطلع معاكي زي بحلى شايفينها طلعت معايا بسهولة هيت انا كده طلعت الباقي والفرم كده هوت ومعايا بقى الشرباط حبدال انا اوزع عليها كده ايه الشرباط لحد بتتشرب طب لو فضل حاجة زيادة في الصينية شرباط يعني برجع لنا صفيه بمصفة وحطه في قلب الحلة هنا ايه تاني طب الشرباط ده هوت كان ما اديره عبارة عن ايه؟ يعني ده كبات سكر كباية ونص مية رشة ملح لامون بتحط السكر مع المية يغلو على البتاجاز اول ما بيغلو بتنزلي برشة ملح لامون وبتسيبه المدة 8 دقائق على النار بعد كده بتطفل بتجاز وتدي له رشة فانيليا وتسيبه الشرباط لحد ما يبرد تماما ولما برد انا استخدمته زي ما شفنا بنمسك بقى ايه ده وقت قدامك برضو حاجة من الاتنين يا اما بمعلقة صغيرة متاعت الشاي وتحشي بها الكورنيكونافة بالكريمة بالكريم شانتي يا اما تحط الكريم شانتي في قلب ام مع الأم الحلواني وبعد كده بتبدابك بل انت اه تحشي يعني زي ما احنا شايفين انا استخدمت المعلقة اسهل يعني فيعني ايه قضت الغرض يعني ولفعت دلوقات انا بحط بقى على وش الكريمه كده هو ترشة فزو كنت اعملة بعاكم الفزو قبل كده دلوقات ايه زي انت بيها هوت جميل جدا نكمل انا بقى الباقي كده هوت باقية الكمية نحشيها بقى كده هوت بالايه بالكريمة بس انا زي ما احنا شايفين هي كده خدت الشرباط متاحها وفضل مني شوية هوت يعني انا حتى يمكن حبيتي انا صفيه بقضاء باللوكو بتصفيه بمصفة عشان بفيش قطع من الكنافة تنزل في قلب الشرباط يعني الشرباط اللي فضل مني ممكن انا احطه في بورتمان واحتفظ به في التلاجة استخدمه مرة تانية في كنافة او اطايف طيب انا كنت جايبة في اليوم ده زي ما قلتكم في اول فيديو كنت جايبة نص كيلو من الكنافة استخدمت نص ربع معاكم عملت به الكنافة الكورنية والربع التاني لفيديو الواحده عملت به اصابع الكنافة المحشية بالمكسرات دي رهيبة بقى بالاخر وحاجة كده يعني سهلة تعبليها بكل سهولة اسهل بالكورنية كمان لان الكورنية محتاج كريم شنطي وكده فلازم الكريمة لازم الكريمة النبا التانية بقى يعني اصابع الكنافة المحشية بالمكسرات بتعمليها مش محتاجة حاجة هي شوية مكسرات وبتليفي حاجة كده بقى من الاخر حاجة ايه فخمة كده من الاخر حاجة تحفة وطبعا انا عشان انا واعلوكم بس في الوصفات فكل مرة بنزل لكم طريقة مختلفة وبفكرة بفكرة تانية عشان يبقى عندكم في القناة افكار حلوة والعمل الكنافة تقدروا الفكرة اللي تعجبكم تقدروا انتم ايه تعملوها زي ما احنا شايفينا لعلى فكرة وانا عملها بها مزايا في المقاطع دي كان كل الشرط يفصل مني الشحني يعني فبعد كده هو يعني كاملت بتليفون ابني فاتمنى بس يعني التصوير يبقى واضح بالنسبة لكم وحلوة انا كده خلصت خلاص وده كده حبيبي شكل الكنافة هيت جميلة جدا وتحفة جربوها حبيبي وفرحوا اولادكم زي ما احنا شايفين تراقيتها بسيطة وسهلة على فكرة انا فضل معايا كريم شانتي كريم شانتي اللي عملت فيه ايه حاولتوا الايس كريم يعني فضل معايا ثلاث معالي من الكريم شانتي حطيت عليهم كوباية عصير مانجا كنت عملها في اليوم دات عصير مانجا على الفطار فحطيت علي الثلاث معالي كريم شانتي اللي فضلوا بني كوباية ونصة كوباية ونصة بالعصير المانجا وضربتوه مع بعض كده بالمعلقة كويس وبعد كده اتدخلتو من الفريزر حولتوا الايس كريم شكرا ومشاهدة السلام عليكم